رغم التضييق الإعلامي الكبير الذي يمارسه النظام الكوري الشمالي بشأن منع انتشار الأخبار المتعلقة بالوضع الصحي للكوريين الشماليين إلى خارج الحدود إلا أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لم يتمكن من تعمية الأنظار عن التداعي الحاصل في بلاده المعزولة في الأشهر التسعة الماضية تفاخرت كوريا الشمالية بأن الحكومة لم تعتر على حالة واحدة من كورونا داخل حدودها وهو الدعاء اعترض عليه المراقبون والخبراء في كل أنحاء العالم على نطاق واسع المعلومات بشأن فيروس كورونا هناك شحيحة لكن من وقت إلى آخر تتوارد أنباء تجعلك تفتح عينيك أكثر لترى بوضوح وتنصط لمعرفة غرائب النظام وزعيمه تفيد تقارير لوكالة التجسس في كوريا الجنوبية بأن الزعيم الكوري الشمالي فرض إغلاقا مشددا على كامل العاصمة الكورية الشمالية بيونج يونج كما أنه حذر الصيد في البحر وحتى أنه أعدم شخصين على الأقل في محاولة لحماية حدود كوريا الشمالية من فيروس كورونا وكل ذلك مخافة انهيار الاقتصاد الذي يعاني بفعل العقوبات الدولية على خلفية المضي في تطوير الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية هاتاي كيونج وهو أحد المشرعين الذين أطلعهم مسؤولون كوريون جنوبيون على إجاز في هذا الشأن يقول إن كيم جونج أون يظهر غضبا مفرطا ويتخذ إجراءات غير عقلانية خوفا من أن يتسبب الوباء التاجي في اضطراب اقتصادي في كوريا الشمالية وبحسب التقارير الواردة فإنه تم إعدام أحد الصرافين رفعي المستوى مؤخرا والذي ألقى كيم جونج أون باللوم عليه في انخفاض سعر صرف العملة الكورية الشمالية إلى ذلك على ما يبدو أن كيم جونج أون يحاول مغازلة الرئيس الأمريكي المتخب جو بايدن بعض الشيء إذ تحدثت المعلومات أن كيم أخبرت ديبلوماسيين الكوريين الشماليين بعدم التصرف بأسلوب يمكن أن يستفز الولايات المتحدة في إيحاء منه إلى أنه يستعد لنهج مختلف ترجمة نانسي قنقر